أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً أنا هتكلم عن أهم الرموز اللي أنا بشوفها في الحلم وبتكون بتدل على الزواج السريع إن شاء الله بإذن الله بإذن الرحمن أول هذه الرموز عشان ما طولش عليكم اسم طارق لو أنا شفت اسم طارق في الحلم ده معناه إنه هو ارتباط قريب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ارتباط قريب إن شاء الله ده بالنسبة لإسم طارق لو أنا شفت في الحلم أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ده تاني رمز لو أنا شفت أي اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد محمد محمود فدي بالنسبة للعزباء زواج أو ارتباط إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كمان يا جماعة ده نمرة اتنين نمرة تلاتة لو أنا شفت الكرسي لو أنا شفت الكرسي في الحلم ده كل الرموز اللي أنا بقولها دي للعزباء رموز وإشارات للزواج بالنسبة ليه العزباء إن شاء الله بعون الله رؤية الكرسي يا جماعة ليه العزباء دي دلالة على الزواج والارتباط بإذن الله كمان نمرة أربعة العباية لما شوفي إن أنا بشتري عباية إن أنا لابسة عباية ده إن شاء الله إن شاء الله زواج قريب بإذن الله بإذن الله بس عشان أكون صريحة العباية بتبقى ارتباط بشخص ممكن يقول له سبق له الزواج قبل كده أو تكون آآ آآ أنت هتكوني الزوجة التانية ده بالنسبة ليه العباية آآ خامس آآ آآ رمز اللي هو آآ 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 إن بشوف شخص جاي هو وأسرته وبيخطبني آآ وإن أنا في مظاهر فرح وإن أنا فرحانة جدا وإن حد جاي يخطبني هو وأسرته آآ ده معناها إن هو زواج إن شاء الله بإذن الله دي إشارة إلى الزواج بالنسبة ليه العزباء كمان فيه رمز آآ بيدل على الزواج ليه العزباء ده نمرة ستة اللي هو إن أنا بشوف إن أنا بعمل شاي أو أهوة بشوف إن أنا بعمل شاي أو أهوة بس بشرط إن يكون فيه آآ مجتمعين مجموعة مجتمعة أو نكونوا أسرة كبيرة آآ مع بعض أو تجمع أسري ويبقى فيه مظاهر فرحة يبقى فيه مظاهر فرحة وأنا اللي بكون بعمل الشاي أو الأهوة ده دلالة على زواجي إن شاء الله بإذن الله القريب آآ كمان من علامات ودلالات الزواج إن أنا المراية آآ رؤية المراية في الحلم جميلة جدا بالنسبة ليه العزباء دي آآ بتدل على إن هي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله آآ زواج قريب إن شاء الله آآ هي وقفة قدام المراية بتسرح شعرها قدام المراية المهم رمز المراية في الحلم نفسه رمز للزواج آآ كمان آآ من الرموز الدل على الزواج الحزاء أو الجزمة أو الصندل آآ من أجمل الرموز بالنسبة ليه الزواج آآ هي رؤية الجزمة إن أنا بشتري جزمة آآ حزاء يعني إن أنا بلبس جزمة آآ وعلى حسب مواصفات الجزمة دي مواصفات الزوج يعني بشوف إن أنا لابسة جزمة آآ مثلا سودة آآ آآ وبتلمع وجميلة آآ وجديدة أو على مقاسي على مقاسي يعني معناها الزوج هيبقى مريح للزوجة إن شاء الله ومناسب ليها من جميع الجهات آآ ده بالنسبة لي ورؤية الحزاء أو الجزمة دي من أقوى الرموز آآ الدل على الزواج للعزباء إن شاء الله في الحلم آآ كمان إن أنا آآ بشوف آآ سيارة عربية يعني بشوف سيارة أنا بركب سيارة بس بشرط يكون مع فرد مع زقر يعني مع مع راجل أشوف إن أنا بركب سيارة مع راجل آآ أو بركب جنب راجل في السيارة حتى لو في ناس في السيارة موجودين أنا بركب جنب حد وأنا مبسوطة وحسة إن بيني وبينه حاجة ده إن شاء الله إن شاء الله دي بشارة لك بالزواج آآ بإذن الله بس مش شرط يكون الراجل اللي انت قاعدة جنبه في العربية أو اللي انت ركبت معاه في العربية لأ هي بتبقى بشارة لك بالزواج وخلاص آآ كمان آآ من دمن العلامات ورموز الزواج آآ كمان النقاب آآ إن أنا أحلم إن أنا لابسة نقاب إن أنا أحلم إن أنا بشتري نقاب إن أنا أحلم إن أنا معايا نقاب النقاب في حد ذاته في الحلم ده معناه انه هو زواج قريب ان شاء الله ان شاء الله كمان يا جماعة من الرؤى القوية جدا بالنسبة ليه رؤية الزواج الفستان لما شوف انه انا بشتري فستان لبس فستان حد اهداني فستان بس بشرط الفستان ده يكون جميل دي حاجة ثانيا انه يكون طويل 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 يعني ساتر للشخص نفسه بيبقى ساتر للست كمان الفستان بشوفه انه هو حلو ده بيدل على ان صفات الشخص اللي انا هتزوجه هتكون كويسة جدا جدا ومناسبة لي وصفاته اكثر من رائعة كل ما كان الفستان حلو كل ما كان الصفات الزوج اللي هتزوجه اكثر من رائعة ان شاء الله كمان من علامات ودلالات الزواج في الحلم والزواج القريب هي رؤية الخاتم ان انا شوف ان انا لبس خاتم ان انا شوف ان حد اهداني خاتم ان انا شفت ان انا بقيس خاتم المهم رؤية الخاتم نفسه ايا كان نوعه دي بشارة على الزواج ان شاء الله دي كل الخاتم يختلف تفسيره بالنسبة ليه العزباء عن المتزوجة طبعا فاحنا بنتكلمه دلوقتي عن العزباء الخاتم بالنسبة ليه الاعزب او العزباء دي زواج قريب ان شاء الله وعلى صفات الخاتم ده بيبقى صفات الزوج كمان الخاتم الافضل كمان ان هو يكون من الفضة افضل من الدهب يعني الخاتم كل ما كان فضة وكل ما كانت الصفات بتاعت الزوج كويسة جدا جدا ان شاء الله باذن الله كمان من ضمن العلامات والرموز الدل على الزواج التاج ان انا اشوف ان انا لبسة تاج على دماغي او حد اهداني تاج او حد اداني تاج او انا اشتريت تاج وحطيته على رأسي المهم ان انا احط التاج على رأسي مجرد وضع التاج على رأسي او ان انا اشوف تاج في المنام وان هو بتاعي ده معناه زواج قريب ان شاء الله جدا يعني رؤية التاج من احسن الرؤى بالنسبة للزواج رؤية التاج ومن احسن الرؤى بالنسبة للزواج كمان الحزاء او الجزمة يا جماعة الحزاء والجزمة من اجمل الرؤى اللي بتدل على الزواج باذن الله وعلى حسب مواصفات الحزاء او الجزمة وان هي جديدة وبتلمع ولونها اسود مثلا او لونها فضي او لونها اي لون بس المهم ان الجزمة تكون جديدة او تكون على مأسنا او تكون انا فرحانة بيها جدا ده شيء مهم جدا بالنسبة للرمز يبقى الحزاء من اقوى الرموز بالنسبة للزواج كمان من اقوى الرموز بالنسبة للزواج زي ما قلنا اسامي الرسول صلى الله عليه وسلم دي من اقوى الرؤى اللي بتدل على زواج الرؤي من اقوى الرؤى اللي بتدل على زواج الرؤي رؤية اسم من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني شفت مثلا اسم محمد أحمد محمود الأسامي بالنسبة لي العزباء دي زواج على طول إن شاء الله زواج قريب بإذن الله كمان الكرسي زي ما قلنا بالنسبة لي العزباء دي بشارة لها باقل زواج القريب إن شاء الله بإذن الله وعلى الراحة بالنسبة لزواجها يعني كل ما شوف صفات أي رمز من دول من الرموز دي كويسة كل ما شوف كل ما يكون صفات الزوج كويسة أنا حقول الرموز بسرعة اتدل على الزواج رؤية الكرسي رؤية اسم طارق رؤية أسامي من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أحمد محمود رؤية العباية رؤية شخصه مع أسرته وجايين يخطبوني أو جايين عندنا وأنا مبسوطة جدا رؤية إن أنا بعمل شاي وقهوة وفي تجمع وحنشرب كلنا شاي وقهوة بس بيبقى في مظاهر فرح في الحلم دي كلها بتدل على الزواج كمان المراية لما شوف إن أنا ببص في المراية أو إن أنا اشتريت مراية أو إن أنا في مراية جميلة أنا وقفة قدامها ده كله يدل على الزواج الشعر بسرح شعري برتب في شعري كل مكان شعري جميل كل مكان مواصفات زوجي جميلة جدا السيارة بركب السيارة مع روجل دي معناها الزواج إن شاء الله مش شرط بالشخص اللي أنا ركبت معاه بس دي بشارة ليكي بيه الزواج إن شاء الله النقاب رؤية إن أنا بشتري نقاب لابسة نقاب حد أهدان نقاب النقاب شكله حلو مهمة رؤية النقاب نفسها إن أنا ما سكى في إيدي ده معناه زواج لي قريب لي إن شاء الله برضو الفستان زي ما قلنا بس بشرط إنه هو يكون طويل أو لونه حلو أو كده بتبقى كلها مواصفات للزوج كل مكان الفستان حلو كل مكان صفات الزوج كويسة جدا الخاتم طبعا زي ما قلنا الخاتم وأفضل أنواع الخواتم في الدلة على الزواج هي طبعا الفضة لإن بتبقى معناها الخاتم الفضة معناها صفات الزوج كويسة جدا لكن رؤية الخاتم عموما للعزباء للعزباء بتدل على الزواج على طول إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل التاج طبعا أنا اخترت إن أنا أختم بالتاج لإن كمان طبعا دي حاجة حلوة جدا فوق رصنا لما نشوف التاج فوق رصنا إن إحنا اشترينا تاج إن حد أهدنا تاج إن عندنا تاج بتاعنا دي كله من الرموز والدلالات الدلة على الزواج القريب إن شاء الله وربي يسعد كل البنات اللهم أمين يا رب العالمين وكل الرموز اللي أنا قلتها دي للعزباء للعزباء لأنها تختلف بالنسبة للمتزوجة أو أي شخص آخر إنما الرموز دي كل لها للعزباء بتدل على الزواج القريب إن شاء الله والله أعلم ويا رب يسعد كل البنات اللهم أمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته